موسيقى مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة من المشهد اليمني حلقة الليلة تناقش قضية حساسة ليست بجديدة ولكنها تفاقمت بسبب الحرب والفقر وممارسات الحوث ضد الأهالي حيث نستعرض تجربة الطفل ندى التي رفضت أن تكون ضحية لانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن وأن تكون زوجة في سن العاشرة موسيقى نعمي والإخوة تفاقمت ظاهرة زواج القاصرات في اليمن بسبب الحرب التي يشنها الإنقلابيون والتي أدت إلى تشريد أكثر من ثلاثة ملايين نسمة وانهيار قطاع التعليم وارتفاع نسب الفقر في البلاد وزادت من سوء الأوضاع الإنسانية وكشف صندوق الأمم المتحدة للسكان أن عدد القاصرات اليمنيات اللواتي يجبرن على الزواج دون سن الثامنة عشر ارتفع بنسب كبيرة بسبب الأوضاع التي يعيشها أغلب اليمنيين موسيقى صراخات ومناشدات لأطفال في عمر الزهور قطفت براءتهن وقتلت أحلامهن بإجبارهن على الزواج من رجال أكبر منهن بعشرات الأعوام هذا ما يحدث للأطفال القاصرات في العديد من المحافظات اليمنية أزاد من ذلك مباركة الانقلابيين للفعلة الشنيعة زواج القاصرات في اليمن انتهاك يتجدد كل يوم جسدته الكثير من الأعمال الدرامية والأفلام وقدمت نماذج مختلفة لحالات حقيقية وكيف يتم إجبار الفتيات الصغيرات على الزواج وترك دراستهن وما تقول إليه حالهن بتلك الفعلة الشنيعة بحق الطفولة في اليمن التي يرتكبها بعض أولياء الأمور طمعا في المال أو تجاهلا لحقوق الطفولة فقد سجلت مئات الحالات لزيجات أطفال كانت نهايتها مضاعفات أثناء الولادة وسقطت العديد منهن وفيات والكثير عدنا إلى أسرهن وأصبحنا في مصير مجهود صحيح أنه ما فيش معانا قانون يمنع الزواج المبكر بس المسألة هذه لازم نحلها نحن ضمائرنا ضمير كل إنسان حي وشعر بالمسؤولية سجلت المنظمات الحقوقية والإنسانية إجبار الميليشيات لكثير من الأسر بالزواج من فتاة قاصرات تحت تهديد السلاح والقتل وحبس أبائهم ليضاعف الإنقلابيون مأساة زواج القاصرات مستغلين حاجات الناس وفقرهم وما يعانونه من مشاكل كان الإنقلابيون سببا فيها وكما يرى خبراء القانون أن تزايد رقعة الفقر وغياب التعليم وانتهاكات حقوق الإنسان أسباب ساعدت في انتشار زواج القاصرات في اليمن فهل يتوقف أولياء الأمور عن زواج القاصرات الذي يصفه الكثير بجرم الطفولة في اليمن؟ عبد الفتاة غلاب لبرنامج المشهد اليمني أنا صح أنني هربت من أهلي صح أنا ما عدتش يش عندهم خاص أني عيش عند عمي إيش براءة الطفولة إيش بذنب الأطفال من تتزوّبوهم كذا ترجمة نانسي قنقر أيها الأخوة نرحب معنا في سوديو والبرنامج بطفلة ندا الأهدل هي الآن في الواقع رئيسة مجلس مؤسسة ندا لحماية حقوق الأطفال مرحبا بك معنا ندا أهلا بك أخي أيضا أيها الأخوة نرحب بضيفنا من مأرب الأستاذ خليل المليكي وناشط حقوقي أهلا ومرحبا بك معنا أستاذ خليل وأبدأ حلقة معك ندا لك تجربة أنت في زواج أو محاولة الزواج نعم عندي تجربة كم كان عمرك كان عمري عشر سنوات وقبل هذا أنا أود أن أشكر ملك الخير والإحسان يد العليا في العطاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه وأطال الله في عمره ولا أنسي سموه ولي العهد محمد بن نايف قبطان سفينة الأمر في ملن للك وشاب الطموح ولي ولي العهد محمد بن سلمان فجهودهم العظيمة لا تنسى ولا تنضب ولا تقتصر على المملكة فحسب بل حموا جيرانهم بكل الإمكانيات الضخمة وعملوا على تحسين أوضاعهم في الداخل والخارج وكذا مركز الملك سلمان لإغاثة والأعمال الإنسانية مثلة بالمشرف العام عبد الله ربيعة التي وصت المركز إلى هذا النجاح العظيم بحكمته الحازمة والعظيمة أنا أصفها في فترة قصيرة بمعجزة عالمية وشكرا لك على استضافتك الجميلة فعودة إلى سؤالك نعم أنا مريت بتجربة قاسية جدا لكن أنا زواج أو خطبة يعني لا خطبة لم يكن زواج لأنني لم أكن أريد أن أكون ضحية مثل أختي وخالتي عندما حاولوا أن ينتحروا وهم يتزوجوا لأنه كنت أعتبر أنه الزواج طريق للموت فكنت أنا مشتش أشتي أعيش حياتي مثل أي طفل يكون له كامل حقوقه وافقوا أهلك على زواجك؟ نعم وافقوا أهلي ولكن بدون علمي أنا عرفت بالنهاية لما كان بعد زواجي بأسبوع كنت أفكر أنه بهرب الليل بس خلاص أنا ما أشتيش أتزوج أنا أشتي أعيش حياتي مثل أي طفل أكمل تعليمي نحن الأطفال كبرنا وتربينا عشان نعيش حياتنا نعيش طفولتنا ببراءتنا كيف طلعت من هذا الموقف يعني لما بلغوك أن فلان من الناس خطبك يعني وصل عندك هذه هذه الردة الفعل والقصص من حولك قصص مؤلمة لمثيلاتك كيف فكرتي؟ ما الذي فعلته يعني؟ لجئت إلى وزارة الداخلية وإلى عمي فطلبت أن أعيش حياتي مثل أي طفل معا أكون لحقوقه وأن يكون لي حقوقي الكاملة وأن أعيش مع عمي فوافقت وزارة الداخلية وعملوا على ميثاق وانتصرت على قضيتي لكن لن أرتاح أنا اليوم إلا بعد أن أرى العالم كلهم بخير وأراهم الأطفال كلهم في أمان وعايشين حياتهم الطبيعية ذكرتي بعض القصص كنتي مثل بنات عمي أو بنات خالي وذكرتي بعض القصص ماذا؟ نعم خالتي تزوجت وحرقت نفسها بالعمر 13 سنة وحرقت نفسها وماتت وأختي كانت تزوجوها حرقت نفسها ونجت بعجوبة أختي كانت أختي أحرقت نفسها؟ أحرقت نفسها كانوا يبغوا يزوجونها واستشهدت توفيت؟ لا أنجزت بعجوبة وخالتك توفيت؟ وخالتك توفيت؟ احترقت؟ نعم وهي زوجت وعمرها 13 عاما؟ وتزوجت وعمرها 13 عاما وأختي حرقت وتزوجت وهي محروقة وبنت عمي زوجوها ودخلت في حالة نفسية فأنا خفت أن أكون دخية مثلا؟ هذه كل القصص قبل أن يتقدم لخطبتك الرجل نعم في فترة قصيرة في فترة قصيرة فأجوا وكلموني فخلاص أنا انصدمت أنا قلت لا أنا مشتيش أصير ذيهم ضحية أنا لازم أدي رسالتي للرأي العام فكرت أن تحرق نفسك؟ لا ما فكرت أحرق نفسي لأنه هذا مش الحل لأنه شفت خالتي ماتت وختي حرقت وشفت أنهم ضحايا أنا أشتي أن أعيش حياتي مثل أي طفل أنا لو كنت أحرق نفسي كنت ما رح أستفيد أنا أشتي أعيش حياتي واشتي ما أشتيش أتزوج عشان أدرس وأتعلم جميل توصلتي مع أحد من الكنة أيضا يتعرضنا لماذا هذا الأمر نعم قبل أنك تهربي أو قبل تلجأي العمك وقبل شاورتي أحد تكلمتي مع أحد نعم كنت أنا أدرس كنت أتعلم في دورة تدريبية غناء وأناشيد فكلمتها فرجعنا رحنا عمي أجالي للحديدة أو بعدين رحنا لل وين كنت أتي في صنعة كنتي؟ أهربت من صنعة للحديدة أنا ومديرتي اللي في يعني صرح قلت للمديرتك أن الوضع كذا وكذا وقالت لك يا الله أهربي صحة بلا وأهربت إلى الحديدة أهربت إلى الحديدة كان عمك الحديدة عمي أجا من الوديعة اللي كان بيسافر كان مع عمل أجا وأخذني وروحنا للوزارة الداخلية وطلبت أني حمايتك طلب حمايتك وحميتي يعني من هذا الأمر نعم طيب أنت الآن عضو في حكومة الأطفال في اليمن صح؟ نعم وزيرة أنت؟ نعم وزيرة وزيرة ماذا؟ وزيرة حقوق الإنسان حقوق الإنسان طيب والآن ترأسي مؤسسة مؤسسة تندى لحماية حقوق الأطفال ماذا فعلت في هذه الفترة؟ الآن في الفترة الراهنة الآن في عهد الحوثيين الآن تذكرين أحد من زميلاتك ومن صديقاتك الآن يعيشنا هذا الوضع الآن؟ في قصص الآن شبيهة قصتك الآن؟ نعم صديقاتي كثيرات كنت أدرت أنا وصحباتي متزوجات لكن صغر مني بكثير يعني أنا الآن عشت تجربة قاسية لكن الأطفال ما زالوا الآن يعانوا مشكلة وتأثير الحروب صارت عليهم كارثية جدا وأصبحت تأثير الحروب كارثية على الجلح الحالي إن لم يتم تدارك الأمور وحل الوضع قبفوات الأوان منها الأطفال يحدث لهم تأثير حالة نفسية يحصل لهم شعور دائم بالخوف والرعب تبقى اليوم كيف كانت الآن؟ كيف رضعك كانت الآن؟ أنا إن الطفولة ما زالت في خطر أنا لن أكون بخير أنا بكون بخير إذا شفت أطفال اليمن وأطفال العالم بخير وأريد أن يكون الأطفال كلهم بأمان وأريدهم كلهم يتعلموا لأنه من حقهم يتعلموا من واجبنا نحن ننقف مع الأطفال وليس نشوفهم أنهم يصمدوا ويوقفوا ويثابروا ونسكت لا من حق الطفولة أنها تعيش حياتها ماذا تقولي لمثلك من الأطفال الآن وليتعرض للموقف اليمن الآن ماذا تقولي لهم الآن؟ أنا لا أقدر أقول لهم عملوا مثل ما عملت أنا لأنهم ليس لديهم ملاجئ آمنة أو أماكن يروحوا لها أنا كان عندي عمي فلجأت لا لكن هم الأطفال نريد ملاجئ آمنة نريد مرضامات تحمي الطفولة تكون أنه لما الطفل يشتي يقول إيش هو ينتهك أو إيش يحصل له يكون في عنده ملاجئ آمنة لا أنه أنا بقدر فيني عندي أنا انتهاكات بس ما أقدر أروح أقول أنه ما عنديش من يحميني نريد منظمات تفعيل المنظمات وعمل منظمات أيضا وأيضا تفعيلها وعمل دور أيضا الدور دائما يكون في الإعلام أنه يكون هناك توعيات زي ما نقول توعيات للآباء والأمهات لأنه بعضهم لم يتعلموا أو لم يعرفوا ما هي أخطار زواج القاثيرات نعم الذي طلب يدك وخطبك بعدما علم أنك هربتي وأنك لا تريدي هذا الزواج ماذا فعل؟ هل حق طالك منه أذى؟ هل واصل بالمضاعم؟ خلاص توقف يعني نعم أنا لا أدري بالضبط لكن أنا هربت بعدما هربت أنا بس أني عملت توقيع وخلاص أنا خلاص المهم أني خرش من هذه الأشياء الأزمة والقضية المظلمة والإنتهاكة التي كنت بإنتهكه وأكون ضحية منه لم أسأل على هذه الأشياء لأنها أشياء بسيطة ما تهمني جميل طيب تحول السادة خليل المليكي معنا من مأرب السادة خليل لنت سمعت أيضا حديث ضيفتنا الآن وهي تمثل نموذج أو عينه من حقيقة هذه المآس التي تحدث والآن تحدث أيضا بكثرة الآن حدثنا عنها الآن عن صورتها الآن في اليمن وما دور الحقوقيين في مواجهته ولماذا لم يسنق قانون حتى الآن أو يعلن قانون الآن لحماية هولئة الأطفال نعم سيد مبارك تحيالك ولضيفتك الكريمة في الحقيقة الصورة كاملة للمشاهد الكريم من خلال طفلة ندا وغيرها من الأطفال بانت الصورة الحقيقية لما يحدث للأطفال من انتهاكات صارخة وأشياء يندلها الجبيل الصورة في الواقع هو غياب تام للمنظمات الحقوقية للمنظمات الدولية التي تلقى الدعم من الاتحاد الأوروبي ومن الأمم المتحدة غياب تام لكل تلك المنظمات في رصد ما يحدث للأطفال في اليمن ومن هنا هؤلاء الأطفال القاصرات التي يتعرضن للانتهاكات ليل نهار في ظل حكم الميليشيات الإنقلابية التي لا تؤمن بالحقوق والحريات لليمنيين ككل اليوم الصورة قاتمة لهؤلاء الأطفال وما يتعرضون له الأطفال في الأول الأخير يتعرضون للقصف والقتل والقنص والحرمان من التعليم قبل أن يتعرضن هؤلاء الأطفال للزواج المبكر الزواج المبكر وما يتعرض له هؤلاء الأطفال هي مشكلة كبيرة في المجتمع اليمني قديما وهذا سببه هو غياب الوعي وكذلك الجهل الموجود في كثير من المجتمع اليمني كذلك الفقر والعوز الذي يطال المجتمع اليمني بسبب حكم المخلوع علي عبدالله صالح 33 عام وما آلت إليه الأمور بعد ذلك جاء الانقلابيون وحكموا الشعب الحديد والنار ما أريد قوله هو أن المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان مشغولة بنقل ما تسميه جرائم العدوان وهي تفتري على الشعب اليمني بذا هذا الكلام مع أنها مشغولة بافتراءات وبتلفيق تهم للحكومة الشرعية المطلوب هو أن وزارة حقوق الإنسان في الشعية أن تشكل لجان لاستقبال مثل هؤلاء الأطفال وما يتعرضون لك ما قالت الطفلة ندى الموجودة عندك في الستوديو هي أن توجد ملاجئ لهؤلاء الأطفال واجب الحكومة الشرعية ممثلة بوزارة حقوق الإنسان أن توجد منظمات فاعلة في المجتمع ترصد مثل هذه الانتهاكات وتعالج نتيجة هذا الرصد يجب أن يكون هناك لما لا تشي الحكومة الشرعية الآن جهة معينة تهرب لها يعني هؤلاء يهربن إليها بحال يعني تعرضن إلى مثل هذه المواقف نعم هذا المطلوب الآن هو أن توجد كشكل منظمة أو هيئة ترعى هؤلاء الذين يهربون من هذه الانتهاكات سواء انتهاكات الزواج المبكر أو انتهاك الأطفال يأخذون إلى الجبهات للقتال لقتال مع الميليشيات كثير من الأطفال هؤلاء لا أرضون بأن يقاتلوا مع الميليشيات فيأخذونهم هؤلاء الميليشيات تأخذهم إلى جبهات القتال وهم غير راضين كثير من الأطفال الذين رأيناهم وحقق معهم ممن أخذوا أسرى من جبهات القتال ومن تم إطلاقهم من قبل الملك سلمان ودولة المملكة العربية السعودية هو أنهم مجبرون على ذلك ولم يكنوا يرضون بأن يقاتلوا إلى جانب الميليشيات ولكن الميليشيات قامت بالتضليل عليهم نظرا لفقرهم ولحاجتهم ثم أخذهم إلى جبهات القتال المطلوب من الحكومة الشرعية ومثلة بوزارة حقوق الإنسان أن توجد ملجأ لهؤلاء الأطفال أن توجد مؤسسة أن توجد منظمة وأن تقوم بأعمال تقي هؤلاء الأطفال من هذه الأعمال التي تؤدي بحاتم إلى الانتحار أو إلى القتل كذلك أن يحموا هؤلاء الأطفال لأنه مستقبل اليمن الواعد إذا لم يحمى هؤلاء الأطفال فمستقبل اليمن في خلال نعم نعم السادة خليل لماذا لم يمرر القانون الذي طرح في فترة فترات لحماية الطفل لماذا أبطل هذا المشروع القانون المشروع هذا أبطل بدواعي ربما ليس لها أي سند إنساني ونحن نقول بالأول وأخير الإنسان أولا قبل كل شيء والشريعة الإسلامية جاءت لحماية هذا الإنسان فإذا تعرض الإنسان لأي انتهاك فالشريعة الإسلامية بريئة من هذا الشيء كثير من من وقف ضد هذا القانون هم الآن يحكموننا الميليشيات كثير من أعضاء هذه الميليشيات كانوا في مجلس النواب وقفوا ضد هذا القانون لأنهم هم من يقومون بهذه الأعمال وأيام أثبتت أن الميليشيات هي من قامت بتزويج الصغيرات وأجبرت كثير من هؤلاء الأطفال على الزواج المبكر وهن غير راضيات عن هذا الزواج وعن هذا المصير وقد كان في الحوار الوطني قرر قانون بأن ينشأ قانون لحماية الأطفال ورفض زواج الصغيرات أو عدم زواج الصغيرات ولكن الإنقلاب جاء فطغع كل شيء الإنقلاب جاء وأنهى كل حلم يمني سواء كان طفلاً أنثى أو ذكر أنهى التعليم غاب كل ما يتطلع عليه الشعب اليمني وإلا كان الحوار الوطني من ضمن مخلصات الحوار الوطني بأن يسن قانون لا تكون هناك زواج صغيرات في المستقبل القادم نعم ندا مررت بتجربة سجنتي أنت القبض عليك نعم سجنت في صنعة تحت مبرر أني عاصية الوالدين يعني رفع عليه قضية كيف يعني؟ من القضايا تنتهك في اليمن اليمن الطفولة تنتهك بشكل كبير إن لم تنقض الطفولة فالطفولة ستموت الطفولة ستنتهك في اليمن الطفولة منتحكة بشكل كبير نتمنى من الجميع دون استثناء أن يقفوا مع الطفل كم يوم سجنتي في السجن؟ كم بقيتي في السجن؟ عشرة أيام مع أطفال؟ نعم مع أطفال جدا مأساوي المنظر الذي رأيته إنه قضيتي صغيرة أمام قضيتهم قضيتهم مرة كبيرة إنه مرة منتحكين حقوقهم مثلا لهم سنتين ثلاث سنوات في السجن ذاك الأطفال جدا منتحك حقوقهم في اليمن كان الطلب السجن منك أنك تعودي أنك عاصفة الولدين ويجبنتونك في الزواج لا أوقع الوثقة أنه لا أطلع إعلاميا وأيضا عندما سجنت رأيت ما لا تراها العين سنتين ثلاث سنوات مسجونين للآن صاصة مبعاتهم مشاكل ما قضاياهم؟ قضاياهم كثيرة قضاياهم كثير مثل قضايا وأكبر أيضا قضاياهم كثيرة منها ظلم ضرب العنف تشرد كثير من القضايا أتمنى من الجميع دون استثناء أن تهتموا بالطفل كيف خرجت من السجن؟ الطفولة إن ذهبت لن تعود صحيح كيف خرجت من السجن؟ بعد أن وثقت وثقت تعهدت أنك ما تنقل أنا ما أطلع إعلاميا نعم فالطفولة إن ذهبت لن تعود اهتموا بالطفولة الطفولة إن ذهبت لن تعود أكررها مرتين اليمن الآن يعاني دمرت أحلام الأطفال دمرت أحلام الأطفال دمرت المدارث دمرت أحلام الأطفال كلها حتى الآن الطفل أبسط حقوقها لا يلقيها نحن لا نقول أنكم تعطونا كل حقوقنا على الأقل تعطونا أبسط حقوقنا الطفل يحتاج إلى كل حقه طيب خرجتي من اليمان متى أجئتي من اليمنتي؟ كم لك أن في السعودية؟ بعد ما جاءت الحرب نصف سنة أعتقد يعني بعد مضي نصف سنة من الحرب نعم بعد مضي نصف سنة تواصلت هنا مع مركز الملك سلمان نعم مركز الملك سلمان ساعدني وساعد كل اليمنيين وساعد خاصة الأطفال فأنا شكري للمركز الملك سلمان وشكري أنا وشكري الأطفال اليمن كلهم وأتمنى من المؤسسات الإغاثية أن تخصص الجزء الأكبر للأطفال لأن الأطفال الآن يعانون بشكل كبير وأيضا تأخير الرواتب يجعل الأطفال في ظروف مأساوية لأن احتياجات الصغار تفوق احتياجات الكبار احتياجاتهم مثل العلاج والحليب كلها متعلقة براتب ولي الأمر إذا تأخروا راتب ولي الأمر هذا يؤثر على الطفل نتمنى من الجميع أن لا يدخلوا الراتب بأمور سياسية أو شخصية لأن الأطفال الآن يواجهون مصاعب الحياة يواجهون أصعب مراحل في حياتهم رأيناها بالحديدة يموتوا جوعا نعم يموتون جوعا وليس لديهم حتى لقمة العيش لكن نتمنى أن يخصصوا أيضا الجزء الأكبر لهم لأنه لعدم توفر الرواتب في اليمن وأيضا الحرب بأساوية جدا على الأطفال ندى دعيني أسأل الأستاذ خليل أستاذ خليل موضوع السجون الحقيقة وجود الأطفال في السجون الآن ندى ذكرت مشاهد مأساوية وقضايا متعددة للأطفال يعني ما دوركم الآن فعلا في التعامل مع هذه المعتقلات للأطفال نعم أستاذ مبارك في الحقيقة كما ذكرت الطفلة ندى المشكلة التي يخاف منها الإنقلابيون ويخاف منها حكم المخلوع علي عبدالله صالح وأن يظهر الأطفال ويذكر تلك الانتهاكات كثير من هؤلاء الأطفال ممن أجريت معهم مقابلة وممن كنا حاضرين في رصد مثل هذه الانتهاكات ممن كانوا أسرى مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وقاموا بإطلاقهم وهم يخافوا أن يتصدروا المشهد وأن يظهروا إعلاميا لأن الميليشيات الإنقابية ستقوم ربما بقتلهم ربما بسجن أقربائهم في الأسبوع الماضي أحد الأطفال ممن أفرج عنهم من قبل الجيش الوطني هنا في مأرب قبل أن يدخل إلى قاعة الحفل ويتم الإفراج عنهم ذكر بأن والده اتصل به وهم في الطريق بأن الميليشيات الإنقلابية قامت بخطفه وخطف أبنائه لأنهم جاءوا يستقبلون ولدهم كثير من هذه الأحداث التي تقوم بها الميليشيات الإنقلابية والانتهاكات المشكلة التي يلاقها الحقوق في اليمن ممن يعمل في الميدان هو عدم السماح له بأن يدخل إلى السجون ربما إلى المحافظات التي ما زالت تقبع تحت حكم الميليشيات الإنقلابية ربما يأخذوا إلى السجن إن ذهب إلى تلك الأماكن وإلى تلك السجون المنظمات الموجودة في صنعاء وفي المناطق التي تحت قبضة الميليشيات لا تقوم بنقل الحقيقة تقوم بالكذب وبالتزوير وبنقل الوجه الآخر للحقيقة وبتزوير الحقيقة هذا ما يعانيه الحقوق والناشط الحقوق في الميدان الأطفال يعانون من مشاكل كبيرة كذلك أستاذ مبارك أنا أعرف أحد الزملاء سجن من أن كان عمره ما يقارب الاثنى عشر عاما إلى أن أكمل الجامعة ثم أفرج عنه ولم تلقى عليه أو توجه إليه تهمه بسبب أن شيخا قبليا مواليا للمخلوع علي عبدالله صالح قام بسجنه وأعطاه ربما مقابل أن يظل الطفل ذلك السجن نعم خليل أنت لقبتي بأشع طفلة في العالم ماذا يعني لك هذا اللقب وما الذي تفكرين فيها الآن اللقب هذا يعني لي أنه أنا قضيتي وصلت للعالم مأساة الأطفال وصوت الأطفال وصل للعالم أنا ليهمني الشهرة أنا يهمني أن الطفل وصلت قضيته أنا حلت أنا عني مشكلتي حلت لكن الطفولة الآن تنتهت والآن ازدادت مع الحرب لأن الحروب كارثية على الجيل الحالي لم يتم تداركه الأمق كما قلت وأتمنى أن لا يدخلون الطفل بأي صراعات وأن أيضا الطفل لما يكون في حرب يلجأ إلى أماكن أقل صراعات لكن نحن نتمنى أنه لا يكون أقل صراعات لأنه هذا خطر وهذا خطر أتمنى أن يكون هناك ملاجئ أيضا للطفل لما يلجأ من عنده خطر من عند الحروب لما يكون فيه هناك صراعات عشان ما يتواجه فوقه أو يموت أو شيء يكون الطفل في مكان آمن يتصارعون لكننا نطالب بالسلام نريد أن نفرض السلام ندا ماذا ستفعلين في الحكومة الآن التي فيها حكومة الأطفال ماذا ستفعلونها؟ لن أجعل أي طفل يصرخ وأنا أيضا معي مؤسسة الآن منظمة ندا لحماية حقوق الطفل عندها مشروع بتكلفة سفر سيطلق قريب إن شاء الله وسيساعد أطفال اليمن وأطفال العالم إن شاء الله بإذن الله وأنا لن أخلي الطفل حتى أنين الطفل لن أرضى أن أسمعه لن أرتاح إلا ما دام الطفل مرتاح ومكمل تعليمه وعيش حياته الطبيعية ندا شكرا لك ندا شكرا أن كنت معنا في هذه الحلقة إن شاء الله نحن نرى فيك مستقبل اليمن الجميل يعني بغض النظر على الرحلة المأساوية أنت الأمل الجميل لليمن أنت صورة أيقونة في اليمن بشكل سريعي نعم أيضا عندي نقطة أنه ما بعد الحرب أنا على ثقة أننا بنكون أفضل من اليمن بعد قنبلة هرشم وأفضل وأزمل من ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية لأنه بعد الحرب ستكون هناك جيل يعشق السلام ويحب الخير ويصنع المستحيل شكرا ندا شكرا أنت نموذج حقيقة نموذج الأمل الجميل شكرا أيضا 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 لظيفتي هنا في سبيل البرنامج رئيسة مجلس مؤسسة ندا لحماية حقوق الأطفال ندا الأهدل وشكرا أيضا أيضا لظيفي من ماء أبا الأستاذ خليل المليكي الناشط الحقوقي شكرا لكم على طيب المتابعتكم نلتقيكم إن شاء الله مع مشهد آخر من المشهد اليمنى الكبير في أمان الله اشتركوا في القناة